الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم أسعد الله ووقاتكم وحماكم الله من جائحة وباء الكورونا وكل الجوائح هذا هو الدرس الثالث في كيفية استعمال برنامج الإكسل لطلبة اقصاد قياسي لنفترض بأن الآن لدينا بيانات عن ثلاثة متغيرات هناك متغيران مستقلان هما XI1 XI2 ومتغير تابع واحد هو YI ونريد أن نقدر معلمات النموذج خطي من الشكل الآتي اللي هو YI أو Sub I تساوي Beta Not اللي هي نقطة التقاطع مع المحور العمودي والآن سلوب الأفقي والأول والثاني Beta 1 و Beta 2 طبعا Beta 1 أو B1 مضروب في XI1 زائد الآن B2 له السلوب الثاني أو الميل الثاني مضروب في XI2 كمتغير مستقل زائد طبعا الخطأ العشوائي الآن البيانات أو EI عفوا البيانات المتاحة لدينا هما الآن XI1 3 5 كذلك الأخير 21 جربتها في المثال الأول الذي كنا قد قدرنا معلمتين A و B لمعادلة انحدار بسيط يعني بمعنى آخر فقط متغير مستقل واحد أما الآن هناك متغيران مستقل الآن XI1 هذه قيمه أو مشاهداته والمتغير الثاني XI2 هذه القيم أو المشاهدات له والمتغير التابع بقيه كما هو كما في المثال السابق اللي هو YI ابتداء من صفر واحد أربعة وهكذا حتى انتهينا بخمس وثلاثين الآن كيف يمكننا أن نستخدم الأكسل في تقدير المعلمات هذه بيتا وان بيتا أو بي ناط عفوا بي وان بي تو نأتي الآن نريد أن نكون أو ننشأ الميتريكس X X الآن X يتكون طبعا لأنه سنطبر إلى إدخال الأحاد هذه لنأخذ بعين اعتبار حجم العينة ثم نضع القيم الأخرى فلذلك الآن سأذهب إلى الخلية هذه هذه الخلية أنسخها ثم أذهب إلى الخلية الثانية طبعا وأنسخهم بالتمام الآن يعني عندي بدي أنسخ الخلايا هذه 20 خلية عشرة في الطرف الأيسر وعشرة في الطرف الأيمن وأضحها هنا وأضحها هنا الآن هذه الآن يعني أعملت copy هنا الآن أرجع إلى هذه الآن هذه كولية تبعا أعملها نسخ copy وأضحها في هاتين خانتين للأخير للأخير وcontrol V بطلع عندي الآن هذه القيام فإذا الميتريكس X تكون يتكون من عشرة صفوف وثلاثة عمدة سأضع هنا X للدلالة عليه سأضع الضو الآن لأنني لم أعد أرى كما ينبغي هذه X X فلذلك الآن X سأنصصها سأنصصها يعني من الأخير أضحها في الوسط هنا merge وسط أصبحت الآن في المنتصف فهذا عند الميتريكس X والآن سأضعه في صندوق box يعني حتى أميزه أذهب إلى هنا وأضع مثلا الصندوق الآتي الآن هذا الآن هو الباكس أو المستطيل اللي وقعت في كل البيانات التي نسختها من هنا طبعا وكنت وضع الأحاد قبل ذلك حتى أقل من الوقت المطلوب الآن هذا X كيف الآن سننشئ X ترانسبورز أو منقول X سأنسخ هذه القيم بالكامل بالكامل هي الآن عشرة صفوف وثلاثة أعمدة بما أنه المنقول سيحول الأعمدة إلى صفوف وصفوف الأعمدة فسصبح ثلاثة صفوف وعشر أعمدة الآن بعمل control C اللي هي copy عملت لها copy والآن بعد اللي نفترض بالله واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبعة ثمانية تسعة عشرة الآن سأبدأ من هنا يعني وضع حددت ثلاث خانات أو الخلايا التي سأنسخ من هذه الخانات هنا على الخنات الجديدة طبعا بما أني ظللت الثلاث خلايا هنا أذهب إلى paste اللي هو وثم إلى transpose الآن بعد ما ألغى transpose بطلع عندي إذن الآن هذه القيم هي X transpose هذه هي بما أنه هذه X فهذه X transpose خلينا نحط هنا ك يعني شيء يميزها الآن هذه X transpose هذه X transpose وسأضحها في الوسط للكل معنى آخر معنى آخر الآن center وهذه أضحها هنا فتصبح الآن في المنتصر أكبر حجمها إلى 16 bold زائد إني أضحها باللون الأحمر حتى أميزها وأضع طبعا هنا إشارة التساوي فإذن تساوي إذن هذا X وهذا X transpose الآن نحن لاحظوا الآن هذا إذن سمحتولي خلنوا حط أبعاده هذا ثلاثة ضرب عشرة ثلاث صفوف و عشرة أعمدة وهذا عشرة أعمدة ضرب ثلاثة عفوا عشرة صفوف ضرب ثلاثة أعمدة فالآن حاصل الضرب لاحظوا لي أنه X transpose X لذلك شرط الضرب متوافر عشرة تساوي عشرة فبكون النتيجة اللي هي X transpose X matrix بكون ثلاثة في ثلاثة سنضع الماتريكس هنا هنا سأضع X transpose X سأضح في المنتصف وأميزها بالأحمر وأكبر الخط وأضح bold الآن وطبعا تساوي حط تساوي الآن إذن سأضع الآن الماتريكس الجديد هنا ثلاثة في ثلاثة رح يكون ثلاثة في ثلاثة كيف الآن بدي أضرب X transpose في X إذن بروع على هذه الخلايا يعني هنا الآن سأضع الماتريكس اللي هو X transpose X ثلاثة في ثلاثة ثلاثة أذهب إلى الcommand تحت فورميلا كما تعلمنا في الدرسين السابقين هذه فورميلا math and trigonometry أذهب إلى ماتريكس m mult m mult هذا m mult الآن فسيسألني الآن أملت تضرب ماذا بماذا فأقوله الآن X transpose X إذن هنا الآل الأولاني هو الآن كل هذه الخانات هذه الخانات ضربتها طلع فالآن طلع حاصل ضرب X transpose X سأوضحه أكثر وضعته في المنتصف الآن كبرت حجم الخط إلى 16 bold وبالأحمر وبالتالي هذا هو المصفوفة X transpose X لاحظوا لحجم العين يعني الآن هذه الآحاد مضروبة يعني هذا الصف مضروب في هذا العامود بعطينا حجم العين عشرة هذا الصف في هذا العامود بعطينا مجموع XI الأولى هذا الصف في هذا العامود بعطينا مجموع XI الثانية هذا الصف في هذا العامود بعطينا الرقم المتماثل أو العدل المتماثل لأن هذه المصفوفة المتماثلة اللي هو مجموع XI الأولى هذا الصف في الصف الدائل الأول يعني الصف الوسطاني في الصف الوسطاني بعطينا مجموع مربعات XI الأولى تربيع الصف الثاني مع الصف الثالث بعطيني مجموع ضرب حاصل ضرب طبعا XI الأولى XI الثانية وأخيرا الآن الصف الأخير في الصف الأول هنا بعطيني مجموع XI الأولى الصف الأخير مع الصف الثاني بعطيني مجموع XI الأولى مع XI الثانية لاحظوا المتماثل وأخيرا الصف الأخير مع العمود الأخير بعطينا مجموع مربعات XI الثانية لاحظوا أنه كل القيم على المحور على القطر الرئيسي The Principal Diagonal هنا حجم العينة هذا حجم العينة هذا مجموع مربعات XI الأولى هذا مجموع مربعات XI الثانية وبقية العداد تماثل هذه هذه تماثل هذه وهذه تماثل هذه وهذا المطلق نسميه الآن مصفوفة مربعة متطابقة الآن نحتاج إلى ما يسمى X transpose X inverse دعني أضع الجواب هنا وأفتح قوس فقط لهذا X عفوا transpose X وثكل قوس بس إشارة هيك للدلال هذا رمز فقط لا غير هذا رمز الآن سأضعه فيه منتصف يعني كما وضعت الآن هنا في المنتصف سأضع هذا في المنتصف هنا وأميزه بالستاش bold وأحمر وأضع طبعا هنا يعني هذه يعني هذه الآن تساوي إذن الآن هذا الآن X transpose X أضعه هنا فإن شاء الله سنختار هذه القيم اللي هي الثلاثة هذه معكوس المصفوفة هذه معكوس المصفوفة هذه أذهب الآن إلى formula formula ومرة ثانية إلى math and geometry أبحث عن M M اللي هي matrix inverse هذه M inverse فبسألني ما هي الخلايا التي تحتاج إلى أن تحصل على يعني الخلايا المصفوفة الآن التي أحتاجها فهذه هي هنا بيقول لي الاري فأضع الاري هنا أوكي حدد ليها كلاتها الآن أضغط على ctrl shift و enter مع بعض يعطيني ال inverse matrix فهذا هو ال inverse matrix الآن سأغير الخط حتى أميزه أذهب إلى home بالأحمر لونه أكبر أكبر الحجم من 16 ثم بال bold بال bold هذا الآن هو المصفوفة المعكوسة لاحظوا كيف يعني الآن هذه المصفوفة الأصيلة ابتدأنا من هنا أخذنا منقولة هنا ضربنا هذا المنقول في المصفوفة الأصيل طلع عندي x transpose x الآن طلبنا command من ال excel أن يعكس هذا يعني يخرج لي معكوس المصفوفة هذه فبعد ما أجرينا العملية المطلوبة طلع عندي x transpose x matrix هذا هو القيام الآن نكمل الحل كيفه نأتي الآن بY الآن Y هنا سأضع Y هنا بعد إذنكم أضعها في منتصب الخلية أكبر الحجم حتى أميزها 16 bold وأضع اللون أخضر حتى يميزها هذا وأضعها طبعا بالإتالي اللي هي time roman time roman عفوا time أوكي roman وبالإتالي بشأن أميزها كما هي هنا YI وأنسخ هذه القيم كل لياتها عشر قيم أوكي أو عشرة عشرة مشاهدات عفوا عشرة مشاهدات هنا copy وأنسخها هنا فأطلع عندي الآن Y اللي هو المصفوفة Y الآن بحاجة إلى X transpose Y هنا الآن سنضع تنضع X transpose Y y سضعها في المنتصف في المنتصف ثاني مرة هنا أكبر الحجم 16 B وأغير اللون إلى أزرق غامق للتمييز وطبعا هنا تساوي الآن X transpose يعني حاصل ضرب هذه المصفوفة X transpose وهذه ثلاثة في عشرة مضروبة في عشرة في واحد فبطلع عندي ثلاثة في واحد يعني الجواب رح يكون هنا هنا ثلاثة في واحد عفوا ثلاثة في واحد فالآن أذهب إلى فورميولة ثاني مرة Math Integrometry Matrix Malt Matrix Malt هذه هي Matrix Malt يسألني أنه شو اللي بدي تضرب ويقول له بدي أضرب X transpose كل ياته الآن حددت القيم في عفوا بدأ أن أقول لهون في الآن الآل الثاني الآل الثاني هنا حددت لياه الآن بعد ما أحدد القيم فأضغط الآل الثاني فأضغط الثاني تضرب بنزي WooHm هنا هذه B وهنا B1 وهنا B2 هذه قيم المعلومات التي سنقدرها الآن سأميزها بالوسط بالوسط هنا الخط السميك 16 واللون ذكروا شو اللون هل لا اللون هذا اللي اخترته أنا وإتاليك طبعا وTime Roman مضبوط لأنه اخترت أنا بيتا 1 هنا بيتا 1 أو بي ناط بي 1 بي 2 فأبدأ أستخدم نفسه لهذا ما عدا يعني حتى أكون وأنا دقيق هذه ليست إتاليك حتى تتميز وهذه ليست إتاليك هنا حتى أميزها وهذه اثنين ليست إتاليك كذلك الأمر حتى تنميزها فالآن سأضع القيام التي نقدرها من أين نأتيب القيام هي حاصل ضرب X transpose X transpose X all inverse في X Y وإن الآن سنضرب هذه المصفوفة X transpose X inverse في X Y لأن نذهب إلى فورميلا لأن حددت الخلايا فورميلا math and geometry و matrix mult M mult هذه M mult سيطرح السؤال نفسه بماذا تريد أقول له الآن الأولانية أنه X transpose X هذا الآن الأولاني الآن الثاني هو هذه القيام X transpose Y بعد ما حق يعني وضع لي كل القيام التي أحتاجها أضغط الآن على ctrl shift enter وأعطاني القيام هذه القيام الآن فتصبح المعادلة الآن كما يلي سأضحها على شكل رياضياتي جميل هنا هذه أضح هنا فأنقلها عفوا سأنقلها هنا حتى أبينكم النتيجة الآن هذه Y أو خليني أوضحها كثير هنا Y هذه أضح عليها إشارة الطاقية كما نسميها إحنا الهات Y و I هنا الثاني التي تريها I أوكي تساوي 2 فاصلة هذه هذه القيام الإخواني أحبائي 2 فاصلة 4 7 7 3 9 5 زائد زائد 1 1 5 9 9 9 9 9 5 في X I X I سأذهب إلى هنا وأضع إشارة X و I I الأولى طبعا وطبعا الآن ناقص أو سالب هي الآن سالب هذه لاحظوا سالب هنا صفر 0.44245 مضروبة بماذا ب X I الثانية هنا هذه X I الثانية وكبر الحجم هنا يعني حط Alt All أو Control All وكبر الحجم إلى 16 أو 20 و Bold كيف لاحظوا كيف المعادلة الآن فهذه المعادلة التي قدرناها هنا اللي هي سأضع اللون الأحمر هنا واللون الأحمر هنا وهذا اللون إذا قدرت أيها الأخضر هنا فهذه الآن هي الدالة أرد أكبر الحجم وهذه الآن الدالة التي قدرنا معلماتها المعلمات هي هذه دعني أميزها كما فعلت مع الخلايا السابقة 16 وهذه هي واللون هو هذا الآن هذه المعلمات لاحظوا لهذه هي هنا نقطة التقاطع مع النحور العمولي وهذا السلوب الأفق الأول وهذا السلوب الأفق الثانية هنا في غلطة هنا هذه سالب سالب فإذن أكتفي بهذا القدر وإن شاء الله في الدرس القادم سنتعلم كيف نحسب ما نسمى بالخطأ المعياري لكل معلمة من هذه المعيارات حتى نتمكن من فحص الفرضيات أو اختبار الفرضيات لمعلمات النموذج الخطي البسيط أو المتعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقائنا آخر قريب بإذن الله موسيقى اشتركوا في القناة